أهلا بكم مستمعين ومستمعاتنا في كل مكان إلى عدد هذا الأربعاء من ضيف الصباح عبر أثير القناة الأولى التاسع من أكتوبر 2019 اليوم العالمي للبريد والجزائر تنشط في هذا الإطار وفق نظومة عالمية أيضا اتحاد عالمي للبريد يضم أكثر من 190 بلدا وهو ثاني أكبر منظمة دولية عبر التاريخ في هذا السياق وفي سياق للوقوف على الخدمات والتحديات المطروحة على المسوهات المؤسسة العمومية نسعد باستضافة المدير المركزي بمؤسسة بريد الجزائر أرجري بوستر سيد بن يوب حاجر أحمد سيدي أنا بكم صباح الخير لأخمين صباح الخير لكل المستمعين وشكرا على الاستضافة شكرا على قبول الدعوة سيد بن يوب هل مؤسسة بريد الجزائر بخير سيد بن يوب بألف خير ونحو الأفضل إن شاء الله طيب اليوم يعود اليوم العالمي للبريد أسئلة كثيرة تطرح للنقاش حول التحديات لكن حول واقع لأنه كان في استراتيجية تم الإعلان عنها في أوقات سابقة من حيث التوظيف أو حتى من حيث أيضا العصانة والتمكين هل لك أن تضعنا في صورة هذا الحدث سيد بن يوب؟ بالفعل إذن بسم الله الرحمن الرحيم أولا وقبل كل شيء بمناسبة اليوم العالمي للبريد أتقدم باسمي وباسم السيد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر إلى كافة عاملات وعمال بريد الجزائر بأحر التهاني بهذه المناسبة السعيدة وإن شاء الله ستكون سنة مزيد من الإنجازات ومزيد من التطور والتألق لمؤسسة بريد الجزائر بريد الجزائر كما تفضلت على غرار كل المتعاملين بريد على المؤسسة العالمي تحتفل بهذه المناسبة تحتفل بهذه المناسبة بالإنجازات التي تم تحقيقها بالخطوات المحققة خاصة خلال السنوات الأخيرة هذه الخطوات وهذه الإنجازات تمس مختلف نشاطات مؤسسة بريد الجزائر التي هي متنوعة هناك أنشطة بريدية تتعلق بالرسائل والطروض أنشطة مالية بالخدمات المالية وهناك أنشطة رقمنة وخدمات نقدية ورقمنة كل هذه الأنشطة عرفت مؤخرا تطور ونهضة عصرنا مسيرة للتكنولوجيات الحديثة والرقمنة واستجابة للمتطلبات المتزايدة والمتطورة للزبائن زبائن مؤسسة بريد الجزائر إذن إذا تكلمنا لو سمحت على الشبكة البريدية على وجه الخصوص وهي وجهة المؤسسة على مستوى كل مناطق الوطن وأمام الزبائن هذه الشبكة عرف التوسع كبير حيث نسجل إلى غاية اليوم 3992 مكتب بريدي وسنحتفل إن شاء الله قبل نهاية هذه السنة بربع لف مكتب بريدي ربع لف مكتب بريدي هو هدف المؤسسة قبل نهاية الموسم إن شاء الله هل سيكون هذا كافي سيد بن يوب لحاجات المواطن مع تقديراتكم؟ هي المسيرة ما زالت لأن مؤسسة بريد الجزائر تسير التطور الاقتصادي والعمراني والاجتماعي مدام هناك تطور عمراني وهناك مدن جديدة وهناك سكانات جديدة فمؤسسة بريد الجزائر مجبرة وهي تلتزم أن تكون متواجدة في كل التجمعات السكانية إذن هو برنامج متواصل فالهدف الكبير هو تخفض الكتفة البريدية الكتفة البريدية يعني المكتب بريدي لكل عدد معين من السكان والكتفة البريدية بفضل هذه الاستثمارات اليوم رهي مكتب لكل عشر الاف وربعمية نسمة مكتب عفوا مكتب لكل عشر الاف وربعمية نسمة وهذا العدد سينخفض تباعا إن شاء الله مع دخول مكاتب جديدة جديدة حيز الخدمة وهناك أيضا مكاتب وربما الجديد الذي عرفت المؤسسة مؤخرا ومكاتب البريدية المتنقلة في شكل حافلات وعربات وربما الزبائن كلهم لاحظوا هذه الخدمة الجديدة هذه المكاتب المتنقلة متواجدة في الأماكن العمومية من أجل تقرب أكثر من المواطن من أجل فك العزلة على بعض المناطق البعيدة من أجل إنقاص الضغط على المكاتب الكبيرة اقتنت مؤسسة بريد جزائر 26 مكتب بريدي متنقل وهناك برنامج اقتناء 39 مكتب إضافي متنقل إضافي وهذا المكاتب ستوزع عبر موزعة الآن عبر كافة ربع الوطن لسيما في مناطق الجنوب طيب يعني كنت مصادة سؤال على هذا النقطة لأنه الانشغال المواطن ليس في ساحة شهداء أو جزائر العاصمة فقط هناك جزائر عميقة هناك مناطق نائية هناك الشغر وقرى وبلدية يعني بحاجة إلى ضمان خدمة عمومية المواطنين وهناك كذلك مناطق حدودية سيد بنيوب حاجر أحمد يعني ما نسبة الاستجابة لحاجة هؤلاء الساكنة مع العلم أنه كان فيه الشهادات سابقة من قبل إطارات المؤسسة الاستجابة لهذا الطلب لكن عمليا تبقى دائما الحاجة ماسع بنظر لبعد المسافات هل كانت تضعونا في صورة حاجرية هذه المناطق النائية والحدودية خاصة؟ بالفعل إذن المؤسسة بارد الجزائر كونها مؤسسة عمومية تقدم خدمة عمومية كما قلت تلتزم أن تكون متواجدة في كل ربوع الوطن وربما هي من المؤسسات القلائل لمنق الوحيدة التي توجد في كل القرى والمضشر عندما نتكلم على ربع الاف مكتب باريدي يعني لكم أن تتصوروا نحن عدنا 1500 بلدية ولكن مكاتب الباردية ضعف عدد البلديات ومتواجد في أبعد الحدود خاصة في المناطق الجنوبية هناك مكتب في عين قزام هناك مكتب في برج باجي مختار مكتب في الدبداب مكتب في أضرار في عين صالح وكل المناطق البعيدة تجد فيها مكتب باريدي إضافة إلى القرى والمداشر إذن المؤسسة باريد الجزائر من هذا الإطار في إطار قلت الخدمة العمومية تلتزم أن تكون حاضرة بغض النظر عن مرضودية المكتب الباردية لأنه لو نتكلم عن المكتب الباريدي يحقق أرباح أو لا فربما أقولك بكل صراحة ربما هذا العدد سوف يتقلص بالنصف إذا تكلمنا عن الأرباح التي تدرها المكاتب الباردية إذن مؤسسة باريد الجزائر قبل أن تعير الإهتمام بالأرباح التي تدرها المكاتب الباردية تلتزم أولا بتوفير الخدمة العمومية التي تكون أقرب ما يمكن من المواطن طيب على ذلك المواطن هل في مطالب سيد بن يوب في مكان ما لأنه أكيد أدرك بأن المطالب تبقى واقع سيد بن يوب بالفعل لأنه لا تكلمنا على عين كزام ولا عين صالح ولا بعض المناطق النائية فالمواطن يراه يشكي في العاصمة بيش يقبض ربما الحافلة على 15 دينار وتنقل 300 إلى 500 متر على الجرمكة الباردي عندك في جنوب الكبير عندك ربما 100-150 كيلو متر ويربي لوصلت إن شاء الله حسب الطريق بين قوسين فبالتالي هنا الحاجة ستكون مسة ورهان توفير الخدمة دائما بالفعل لازالت الحاجة مسة إلى مكاتب باردية إضافية ولازالت الكتفة الباردية مرتفعة في بعض المناطق لذلك إذا تكلمنا على العاصمة مثلا مؤسس باردية الجزائر وضعت مخطط استعجالي خاص بالعاصمة بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر وأمضت في هذا الإطار الاتفاقيات مع الوكالة العقارية مع وكالة عدل ومع الدول الوطني التي تسير وترقيها العقارية كل هذه الوكالات أمضت معها المؤسسة الاتفاقيات من أجل توفير محلات لأن المشكلة الكبيرة التي تعاني منه مؤسس باردية الجزائر اليوم هو المحلات التي يمكن أن تتخذ منها مكاتب باردية سواء محلات عقارية من أجل البناء أو محلات ديلوكو من أجل تهيئتها إلى مكاتب باردية ربما أغتنم هذا المنبر لإوجه رسالة أو دعوة لكل الجماعات المحلية التي تتوفر على محلات يمكنها أن تضعها تحت تصرف مؤسس بارد الجزائر فهذا سيسهل علينا مهم كثيرا وسيسمح لنا أن نفتح مد كاتب إضافية أكثر ونستجيب لهذه الحاجة المسل للمواطن وننقص الضغط على المكاتب الكبيرة المكاتب الباردية التي فيها توافد كبير مخطط الاستعجالي بالعاصمة هل يشمل بالضرورة أو فقط المجمعات الجديدة سيد عبد الله أبوينان ورغايا وغيرها أم أنه يتجاوز هذه الفضاءات عفوا سيد بن يوم المخطط الاستعجالي في العاصمة يتضمن كل المناطق السكنية بما فيها وسط العاصمة أو التوسعات السكنية لذلك لما تكلمت عن اتفاقية مع الوكالات المكلفة بالبناء فهذا شيء بديه أن كل ما يكون هناك تجمع سكني جديد إنجاز لأحياء سكنية جديدة فهناك في إطار هذه الاتفاقية تلتزم الوكالة بتوفير محلات للمؤسسة إذن سواء تعلق الأمر بوسط الجزائر العاصمة أو بالأحياء الجديدة كلها معنية بهذا المخطط الاستعجالي ما تعلق أيضا سيد بن يوم قبل الفاصل بالمحطات الحضرية للنقل التي يرتقب أن تستلم ربما في الأشهر القليلة القادمة بعضها انتهى على كل حال هل ستكون خدمات البريد متوفرة لأنه مدى بنا أن نوصل للمرحة لا تشتمي فيها الخدمات القائية بلمزية من المؤيدارة ولا من الحكومة لكن هذه المواطن عندما يتنقل من حقه أنه يشري ولا يأكل ولا يفليكس في الهاتف تاعه أو يتقدم الخدمة البريد ليس بالضرورة يتنقل المركز البلدية ولا المدينة وبعدين نحوزه على حظيرة السيارات بالفعل التوجه الجديد للمؤسسة هو التواجد في كل المناطق التي تعرف حركة كبيرة للمواطني من أجل سهيل حياة المواطن يعني لسنا في النظرة التقليدية أن هناك مكاتب معروفة العنوين تتحمل المسؤولية وفي هذا الإطار أيضا كل محطة يعني كل مؤسسة مكلفة بيتسيار وإنشاء هذه المحطات يمكنها أن تضع محلات إضافة إلى الموزعات الأوتوماتية وهي ما سنعود لها بعد فاصل قصير ضمن ضيف الصباح على المباشر مع ضيفنا السيد بن نوب مدير مركزي بمؤسسة بريد الجزائر بعد فاصل قصير ابقوا معنا ضيف الصباح ضيف الصباح ضيف على المباشر وإجابات على قضايا الساعة شكرا لفريق العامل والمخرج ابراهيم لوكين نواصل النقاش إذن مع ناظمنا ضيف الصباح وضيفنا السيد بن نوب حاج أحمد المدير المركزي لمؤسسة بريد الجزائر السيد بن نوب المنتجات الخدمات البلدية العامليات البلدية كثيرة يعني والمواطن لما يتنقل فيه طرسيح البلدان عديدة يتفاجأوا ويقول والله يريد بلدنا رأي تصل بعض المستويات نحن لدينا بعض المساعي والاشتهادات ونتقد لا تتوش في بعض أحيان بسبب خلال على مستوى عنصر أو عون أو واحد يغنظم مؤسسة ما هذا نضركه كجزائري لكن من خلال الخدمات والرقمنة وما إلى ذلك إلى أين وصل بريد الجزائر في استراتيجية التي رفعت في السنوات القليلة الماضية بالضبط إذن مؤسسة بريد الجزائر سطرت كما تفضلت استراتيجية خاصة بتطوير الخدمات تطوير وعصرانت الخدمات ومسايرة التكنولوجية والرقمنة إضافة إلى الخدمات التقليدية التي هي معروفة نعم في إطار الخدمات الحديثة المتعلقة بالرقمنة والعصرانة أطلقت مؤسسة بريد الجزائر عدة خدمات جديدة يعني خاصة منها ما يتم القيام بها عن بعد دون عناء التنقل للمكاتب الباردية نذكر على سبيل بالمثال خدمات الدفع الإلكتروني وما يعرف لواب مارشون وهذه في إطار اتفاقية تبرمها المؤسسة مؤسسة بريد الجزائر مع المؤسسات المؤسسات العمومية المتعامل الاقتصاديين نعم الكبرى على غرار خطوط الجوية الجزائرية على غرار شركات المياه الكهرباء أو اتصالات الجزائر وغيرها وشركات التأمين هل في تعاون على هذا المستوى سيد بن يوب يتم تعاون في هذا الإطار بإبرام اتفاقية تمكن زبائن بريد الجزائر الحاملين للبطاقة الدهبية من دفع مستحقاتهم في إطار هذه الخدمات عن طريق البوابات الإلكترونية كما نقول يعني يقدر الزبون يشتري مقتنايات يخلص خدمات يحجز مقاعد باستعمال البطاقة الدهبية والبوابات الإلكترونية البطاقة الدهبية أنه مازال صالح السكر بريد التقليدي ما بين السكر بريد التقليدي إلى أي درجة ووفقتهم في تصفية بعال الحسابات ربما القديمة أو الغير الشغالة سيد بن يوب والبطاقة الدهبية هل تم تسلم هذه الجميع؟ كنت حنزيد نتكلم على خدمات عصرية لن نوليها فيما بعد ولكن مادم تكلمت عن البطاقة الدهبية نختم الفرصة باش نقول أنه مؤسس بريد الجزائر منذ حوالي شهر أعلنت إلى كافة الزبائن أنه تم تلبية كل طلبات التي كانت تنتظر التسوية لذلك من هذا المنبر ندعو كل الزبائن لما تحصلش على بطاقة الدهبية ويتوجه إلى المكاتب الباردية العنوان الذي وضعه لما طلب البطاقة الدهبية لأن كل الطلبات تم تلبيتها وتم إرسالها إلى المكاتب حسب العنوان لأن هناك مشكلة عديد من الزبائن يغير ما كان إقامته يغير رقم الهاتف لأنه البطاقة الدهبية معها رقم هاتف أنه يغير العنوان أو يغير رقم الهاتف وما يقومش بتحيين هذه المعلومات على مستوى مؤسسة بريد الجزائر إذن نحن كمؤسسة نبعته على حسب المعلومات التي توفر لدينا لذلك ندعو كل الزبائن للتقرب إلى المكاتب الباردية من أجل استعلام حول بطاقتهم بالنسبة أيضا الباردية لأنه اللي قاموا بالطلب غير العنوان غير العنوان غير مكان الإقامة فمؤسس بريد الجزائر من المستحيل أن يعني نتعرف على آلاف والملايين من طيب هذا يربطني بسؤال آخر هل هنا قواعد بيانات لكل زبائن وكما عدد زبائن مؤسسة بريد الجزائر اليوم سيد بن يوم عدد زبائن بريد الجزائر 21700 زبون يعني ما يقارب عفوا 21 مليون 21 مليون و700 ألف زبون ما يقارب 22 مليون زبون وهذا العدد يعني هؤل الزبائن الذين يملكون حسابات باردية وهذا العدد في زيادة مستمرة هناك قاعد بيانات بالطبع نعمل على يعني تدعيمها بصفة مستمرة لذلك ندعو في كل مرة الزبائن من أجل إدخال العنوان والرقم الهاتف المحين من أجل أنه نتمكن في إطار أي يعني نريكلاماسيون نعم شكوى أو وثيقة إضافية أو مرسلة بين المؤسسة والزبون نتمكن نوصل هذه المرسلة في الأجال المحددة ما تلاقى بالعصر أنا كنتم بيزداد الحديث عن العصر أنا ورغمنا بالفعل أنا قدمت الخدمة الأولى كمثال على العصر أنا هناك خدمات أخرى خاصة نهائية الدفع الإلكتروني ما يعرف بالتيبيو التي يعني أبرمت مؤسسة البريد جزائر اتفاقية اقتناء خمسين ألف نهائي دفع لتيبيو وهي أجهزة تسمح بالدفع في المحلات التجارية أو المؤسسات الاقتصادية دون الحاجة إلى السيولة هذه تم اقتناء إلى يوم حوالي 3000 جهاز والاقتناء ما زال مستمرا حسب الطلب ويتم يعني توفير هذه الوسائل في المحلات التجارية الكبرى أو في كل المحلات التجارية فهي يعني تجبر كل التجار أن يتوفروا على جهاز الدفع الإلكتروني حيث يمكن للمواطن يعطيه الإمكانية أنه يخلص أو يدفع مستحقاته بدون استعمال السيولة من هذا المنبر ندعو كل التجار للتقرب لمؤسسة بريد الجزائر من أجل التعرف على هذه الخدمة لأن هذه الخدمة ستسمح للتجار بتحقيق أرباح إضافية أرباح إضافية والشفافية في المعاملات وهو ما تطمح إليه الجزائر في ذا المطالب تغيير ومكافحة فساد ويعني تقنية كل أمور على كل جزائري سواسية وبعدلة وبسواء ولكن هناك أيضا لو سمحت الأخ أمين هناك أيضا خدمة بريد موب وهي تطبيق خاص ببريد الجزائر في الهاتف في الهاتف الدكي الهاتف النقل الدكي في عدة خدمات يمكن أن يقوم بها الزبون دون التنقل يعني من بيته على سبيل المثال اطلع على الحساب استخراج الكشف وخاصة التحويل تحويل أموال من حساب إلى حساب ممكن ممكن أنت كزبون بريد الجزائر من خلال هاتف النقل تنقل أموال من حسابك إلى حساب آخر باستعمال الهاتف النقل والطبيق بريدي موب هل فيه نسبة تحميل كبيرة السيد بن يوبري هذا التطبيق؟ هناك نسبة متزايدة ونسبة إقبال كبيرة على هذا التطبيق وهناك طلبات معلومات كثيرة نتلقاها لأنها خدمة جديدة ويعني الخدمة في إقبال متزايد هذا الأمر متدخل لو سمحتم ماذا عن المقاطعة السيد من يوم أن الوقت يمر بسرعة ويجب أن يمر إلى أسلط المستمعين كثير عبر فيسبوك يعني ما تعلق بجانب آخر هو العنصر البشري كان في رهان إعادة التكوين تأهيل العمار خاصة في الاستقبال إذا فتن إجارة تقنيت فيه الموريد البشري وفيه بالمقابل أيضا قضية مخطط توظيف الذي أطيقه في وقت سابق لسد العجز وتحسين القدمة وتدارك النقص بسبب يعني تقاعد الألاف من عمال المؤسسة اليوم حتى لو يسمع فيك سرب نيوبي نحترم تدخلكم أنتم إطار شاب من إطارات المؤسسة لكن كجزائرين نعطفوا إذا كان خلل فينا رأوا فينا كجزائرين وكل يعني قد يكون أمور مرقمنة وفيه شهادة لعصنات المكاتب وإتهيئتها لكن إتهيئة الأكبر هي في العنصر البشري وهذا هو يعني مربط الفرس بالفعل هذا هو مربط الفرس وهذا هو التحدي الكبير لمؤسسة بريد الجزائر هو الاستثمار في العامل البشري لأنه التحدي الكبير أن المؤسسة تنتقل من إدارة عمومية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري نعم أي تقدم خدمات وتتعامل مع زبائن وليس مع يعني بالمصطلح يعني القديم أو التقليدي العامة يعني عامة المواطنين أو خدمة عمومية لا التحدي هو الانتقال إلى خدمة ذات جودة على غرار كل المؤسسات الاقتصادية الحديثة هذا يتطلب استثمار واستثمار كبير جدا وعمل يعني مضني في الجانب البشري لأن هناك هناك يعني تقاليد هناك ممارسات هناك دهنيات سواء على من جانب الموظفين أو من جانب الزبائن نعم يعني من طرف ومن آخر الأمر لا يتعلق فقط بمؤسسة بريد جزائر ولكن يتعلق بكل بكل مؤسسة أو إدارة فيها مواطن وشباك ونضيفونها نقطة أخرى ونعترف لو سمحت سيد منيو بأنه مؤسسة بريد الجزائر مؤسسة مواطنتية واجتماعية لأنها في نهاية مطافة توظف المواطنين وفي سياسة التوظيف دخلها في هذا إطار يعني استجابها لمواطن يلاجب أنه يحترم نفسه ويحترم الخدم ويحترم المواطن يعني بالفعل بالفعل يعني مؤسسة بريد جزائر عندها يعني مخطط توظيف كبير وكبير جدا لأنه مدام فيه مكاتب جديدة تفتح هناك مناصب شغل تفتح أيضا في هذا السنة في هذا السنة وكل سنة على سبيل المثال سنة 2008 تم توظيف حوالي 2500 عون وهذا السنة في المخطط الترقبي 2018 2018 قلت 2008 نعم 2018 عفوا نعم سنة 2019 ما زال سارية يعني ونحن فيها مخطط الترقبي توظيف حوالي 2600 عون خاصة خاصة المكلفين بالزبائن وسعات البارد استجابة للتوسعات العمرانية والمكاتب الجديدة التي تم فتحها إضافة إلى ذلك هناك برامج تكوين تكوين لكوفة هذه العمال يعني العمال الممارسين والعمال الجدد الذين يلتحقون بالمؤسسة خاصة المكلفون بالزبائن سنة 2018 كونت المؤسسة ما يزيد عن 11000 عون في السنة كم عدد عمال المؤسسة عموما إلى عيد اليوم 28000 28000 28000 طيب كل هذه استراتيجية سيد بن يوم تصطدم بأمر بسيط جدا وهو شكوى كيف تتفاعل المؤسسة مع شكاوي الزبائن اللي هم المواطنين ومع طبيعة شكاوى عموما هل هي قضية تعاملات في إطار تعامل ما بين الموظف والعون والمواطن أم أنه أمور تقنية يجب إعادة نظر فيها على المساوى الداخلين والله يعني المحور العام للشكاوي هناك طرق ولكن الملاحظة الكبيرة في الشكاوي أنه مشكل فهم وتفاهم فقط مشكل فهم من المواطن وتفاهم من المواطن أو الموظف نعم إذن لما المواطن يعرف حقه والزابون يعرف الواجب بتاعه أظن هذه المشكلة سيتم إزاحته بطريقة سهلة هناك عدة طرق للشكوى هناك رقم أخضر 15-30 بالنسبة للوسائل التقنية أو الشكوى المتعلقة بالتقنية أما على مستوى الشباك هناك المفروض أن هناك حسن معاملة وأن المواطن ما يروح بخلفية أن من وراء الشباك هو بالضرورة شخص سيء أو يسيء الاستقبال يعني ندعو المواطن أن يروح بكل طلاقة وبحسن كلمة سيجد سيجد المعاملة بالمثل في حالة ما وجد وتجاوزات ولا يمكن أن نخفيها هناك طرق يعني طرق حضارية من أجل تقديم الشكوى هناك مسؤول على مستوى المؤسسة أو هناك مدير ولائي وفقط المواطن يكون في المستوى يعني مستوى الاحترام وهذه السلوك الحضاري المنشود المنشود والمطوف في إطار التغيير أمر آخر قبل أن نمر إلى الأسئلة في عجالة سيد منيو الشبكة يعني المواطن لما يجيك البسطة منذ سنوات أو في سنوات الماضات هوجا ريزو راح ريزو الكلمة معروفة عن المواطن كذلك لشان في كل مؤسسة بلد الجزائر تم تحسين الأمر بفضل رابط الكوابل وما إلى ذلك عمليا اليوم ريزو ما محلو من العراب يعني رابط الشبكات اسمح لي أن نقول لك لم نعود نتكلم على مشكل انقطاع الشبكة أو ما يعرف بالرزو هذه المشكلة لم يعد مطروحا يعني بفضل مشروع جبار يعني تم إنجازه بالشركة بين بريد الجزائر أو اتصالات الجزائر يتمثل في ربط كل المكاتب البريدية أقول كل مكاتب البريدية لتالاف وتسعمائة واثنين وتسعين مكتب بريدي مربوط بوصلة متخصصة وصلة اتصالات متخصصة بالألياف البصارية وتم رفع تدفق الانترنت تدفق عفوا تدفق الاتصال في كل مكاتب البريدية إلى أثنين ميغا هذا المشروع الضخم الذي تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة قاضى بصفة بصفة نقول 99.99% على مشكل تدبدب وانقطاع الشبكة إنه وجد هناك فربما أن يكون أن يكون خلل محل أو عطل محل يتم تدخل وإصلاحه بصفة سريعة سيد بنيوم أسكر كثير كثير جدا صال ليس للتشريح طيب الموزعات نصفها عطل وإن الشغلات لا يوجد فيها سجولة ولن تجد كل الفئات النقدية موزعات بريدية مؤسسة بريد جزائر تتوفر على 1400 موزع بريدي وهو شباك بريدي أفضل أنه سميه شباك لأنه يتوفر على خدمات تشبه إلى حد كبير خدمات شباك وهي متوفرة في كل في كل أماكن الوطن بالنسبة للعطل يعني العطل يمكن أن هناك تدخل بطريقة سريعة للأعوان يعني للشركات المتعاقدة مع مؤسسة بريد جزائر هناك ما يخفلكم أن مؤسسة بريد جزائر تتعاق يعني هناك متعاقدة متعاقدة مع مؤسستين شركتين متخصصتين في هذا الأجل يعني وهذه الشركة وهذه الشركة عفوا نعم لها طرق تدخل خاصة يعني المشكلة الكبيرة أنه لما تكون يعني الأماكن بعيدة في الصحراء والأماكن النائية ربما تأخذ نوع من الوقت لكن المؤسسة تقوم بكل يعني بكل إجراءات ومن بين المشاريع يعني المؤسسة في هذا الإطار وإنشاء خالية خاصة أو نقول هيكلة خاصة ب المنتونس متابعة سيانة هذه هذه الأجهزة من نسبة الدفع إلكتروني لا يمكن تزيدك الفواتير كهرباء ما في كل مكاتب هناك مكاتب يقول لك ما عنديش لا أظن أن هناك مكتب لا يتوفر على هذه الخدمة لأن الخدمات هي نفسها في كل المكاتب الباردية على الزابون فقط أن يتقدم إلى المسؤول الأول على مكتب البارد من أجل أن يستعلم طيب أسئلة كثيرة كثيرة جدا مستمعين عفوا هناك من يبعد على الخاص ويخلي الشاشة رهي توقف معلش من فضلك إذن سؤال لماذا ألت سحب النقود بالبطاقة الذكية معطلة أغريب الأوقات هو السؤال يقول لك اليوم رأوا في بوزريع أو شوفالي معطلين يرجو منكم امتخاذ إجراءات لازمة هي نفس يعني ربنا نفس سؤال مطروح سابقا بالنسبة للأجهزة هناك طرق تدخل وهناك إجراءات خاصة تتبعها المؤسسة وهناك أيضا مشروع اقتناء ألف موزع إضافي من أجلي لأن هناك يعني تفصيل لو سمحت هذه الموزعات الباردية صممت لمستوى استهلاك أقل مما هو في الجزائر نظر للإقبال الكبير فهناك استعمال ربما مفرط لهذه الموزعات وهذا ربما من بين الأسباب الذي يبرر العطل ولكن المؤسسة تتخذ كل إجراءات ليسما فينا مسؤول عاصمة شوفالي يرح تكفر رجاء بهذا الانشغال على المواطن دفع إلكتروني إلى أين بسبب غلاء جهاز دفع إلكتروني 60 ألف دينار ورفض جل المتعاملين من صياده لو تجار مؤسسة تعمل به لماذا بريد جزائر لا يقدمه مجانا إلى هؤلاء سيد بن يوب من باب الإشهار التالي عفوا قبل ما نعود للجهاز دفع الإلكتروني في إطار الموزعات حبيت نقول أنه لما يكون فيها عطب في منطقة معينة فهذا لا يعني أنه 1400 موزع بريد على مستوى الوطن المعطلة فقط أسعار مدروسة وهناك عدة طرق تمكن من اقتناء وهناك اقتناء وهناك كراء اقتناء عن طريق الكراء من أجل تسهيل المأمورية على التجار طيب معاناة سكان مشترمل لا حياة لما تندي أريد نقل انشغالي عبر الإذاعة في مجال مؤسسة البريد هو انشغال خاص أظن طيب لماذا تأخر في إصدار بطاقة ذهبي خدمة البريد نعمة هناك من يشكر عليكم كسبريهان خدمة المواطن أسئلة متفرعة جدا السيد بن يوبي صعب أن نتطرق إليها جميعا لكن مسؤولية كبيرة لأن الأمر لن ينتهي يقول متى نرى متقاعد الجزائر يسحب منها التقاعد يومي 26 كل شهر بدون متاعب سيد بن يوبي يعني معروفة قضية تقاعد هي ممارسات فقط لكن أظن لا حاجة لكل هذا التدفع لأنه يقبال بطريقة عادية سوف يمكن كل الزبائن من قضاء حوائجهم نطلب منكم أن توجه تعليم لقابضي ومدير المراكز بلدية أن يقفوا على تزويل المصرف الألية فورا فراغية هناك متابعة مستمرة على المستوى المركزي هناك نظام متابعة توفر النقود على هذه الموزعة وهناك تعليمات صارمة أزديت في هذه الإطار الموزعة الألية غير كافية في بلدية الجنوب وأغلبها معطلة هل حذرتم خطة لها المشكلة هناك برنامج اقتناء ألف موزع في إطار الإجراء عندي تقريم لطلبت البطاقة الذهبية وما كان إجابة كل بطاقات الذهبية تم الاستجابة لها معاله لأن تقرب إلى مكتب البريد بعض مركز البريد موظفين يعاملون الزبائن وكانهم يعطونهم من جيوبهم سيد بنيوب أخبرهم أن صرفت الآلية في كثير من كاتب وضعت للزينة وهي فقط للأمر ما عليه إلا أن يتفضل بإعلامنا عن أي مكتب بريدي هو يتكلم ونحن سنتخل الإجراءات اللازمة طيب أسئلة كثيرة جدا للمستمعين أدعوك سيد باية الوقت للإجابة عن هذا التفاعل ولكم الأمر ويعني كل أبواب مؤسسة بريد جزائر مفتوحة لكل الإنشغالات سواء عبر الخط الأخضر 15-30 أو عبر المؤسسات الباردية أو مديريات الباردية على مستوى الولايات وكلنا أدان صغير لكل إنشغالات وهدفنا هو تحسين وتطبير الخدمة للاستجابة المتلى لحاجيات المواطنين وأسئلة أخرى تخص دي آي بي وماس يعني نجيب لك اللواماس هي شركة لفرع بالجزائر لكن أعطيك معلومة أنها احتلت المرتبة الأولى في الشمال الإفريقي من بين أكبر متعاملي البارد السريع على مستوى الشمال الإفريقي وهذا ربما يجيب على الانشغال طيب أنشغالات أخرى بحي عدل بحي البدر يقول لك أحد المستمعين لكم أن تطلعوا على كل تفاصيل وأعتذر أعتذر جدا من المستمعين أدوكم فقط للتفاعل من خلال خالة اتصال لمؤسسة باري الجزائر سيد المراقف يقول لي بارك الله فيك ديت خمس دقائق زيادة على الوقت يعطيكم الصحة سيد براهيم نوكل أيضا سيد الكريم المدير مكازم مؤسسة باري الجزائر بن يبحج عمى شكرا جزيلا شكرا جزيلا وبالتوفيق في معامكم العفو العودة لاتي نسخة ميضي في الصباح بالصوت والصورة غادو أرجغي بون ديزهد حافظوا وتحملوا مسئولياتكم جميعا يعني عمال بريد وكنوا عمتم بخير والمواطنين والزبائن كذلك إلى اللقاء